مرحبا بكم مرحبا بكم مديرة عامة لفضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرد قبل تكليفها بمهام مديرة عام مكتب تأهيل الصناعة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى كما تم تسميتها متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس الإمارات في ريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيطة هي أستاذة جامعية بمدرسة العلوم الاقتصادية والتجارية بتونس منفلوري تم تسميتها منذ سنة 2015 في رتبة أستاذ محاضر وهي أستاذة الاقتصاد وخبيرة في تقييم السياسات والأزمات الاقتصادية وكانت الورغي ضمن الوفد الجامع الذي التقى رئيس الجمهورية يوم 31 مايه 2023 لطفي دياب وزير التشغيل تم تعيينه في عام 2022 كمدير عام للتخطيط والبرمجة والمشاريع ومشرفا على اللجنة القطاعية المكلفة بتسريع تنفيذ المشاريع العامة في وزارة التشغيل والتكوين المهني وقد بدأ لطفي دياب ما صاره في وزارة التشغيل منذ سنة 1992 السمير عبد الحفيظة كاتب دولة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط هو مدير قسم العلوم الاقتصادية منذ عام 2017 وقد حاز على درجة الماجستير وشهادة الدراسات المعمقة من كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في تونس ودكتوراه من جامعة نيسا وتأهيل جامعي من جامعة سوسا وهو أستاذ محاضر في العلوم الاقتصادية في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في تونس منذ سنة 2014 وإلشوشان كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة المكلف بالانتقال الطاقي وإلشوشان حصل على الأستاذية من معهد دراسات التجارية العليا بقرطاج اختصاص مالية واستفاد من برنامج التبادل مع جميعات مسترخة في إطار MSC International Business منذ جامعة 2012 وتدعم مساره الأكاديمي بحصوله على المجلستير الأكاديمي في إدارة الأعمال المدارس العليا مع تخصيص في المالية من باريس وقد شغل وإلشوشان منصب مصري في رئيس طاقة والموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير منذ أفريل 2021 رياض شود كاتب دولة لدى وزير التشغيل المكلف بالشركات الأهلية شغل رياض عدة منصب الوكالة التونسية للتكوين المهني والتشغيل حيث شغل منصب المدير العام مساعد في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020 كما تم تعيينه بعد ذلك في منصب رئيس مكتب وزير التشغيل والتكوين المهني وهو المنصب الذي شغله قبل تعيينه في منصب أمين الدولة لدى وزير التشغيل حاولنا أن نقدم لكم فكرة على السيارة الذاتية من هؤلاء الوزراء وكتاب الدولة المعينين الجدد نبدأ معك سيريداش كوندالي أول ملاحظة تقريبا نشوفه إما جايين من الإدارة التونسية أو من الجامعة التونسية يعني في تكوينهم وفي مسيرتهم والله أنا شخصية بكل صراحة ما نعرفهمش وما حصل ليش الشرف باش نقعد معهم ولا باش نحكي معهم ما زال ما نعرفوش المقاربات الاقتصادية اللي يحملوها تحملها الشخصيات شنو تصوروا نطحهم على مستوى الإصلاح شنو مقارباتهم الاقتصادية أنا اللولاني ما نعرفش بصراحة ما نجمش نحكم على الشخص على الأقل من خلال الهيكلة قراءتك في هذا السد الشغور على مستوى هيكلة الحكومة نحكيه ثلاثة وزارات لكن تعيين ثلاث كتاب دولة منهم خلق كتابة دولة جديدة تعنى بالشركات الأهلية نجمش نفهم منه حاجة هذا يا أستاذ ريداش كوندالي أنا أشوف أعتقد أنه الشيء هذا اللي يفكرني بالاجتماع اللي تشرفنا بحضور وفيل بالحضور فيه مع سيد رئيس الجمهورية مع 15 خبير أو مستاذ جامعين كلهم أستاذ جامعين ووقتها كانت النقطة اللي هي تقلق رئيس الجمهورية هي الإنسجام والتناغم بين الحكومة ورئاسة الجمهورية وكان وقتها الفطرة اللي تعديت مع سيد سامير سعيد فطرة نوعا ما قلقت رئيس الجمهورية على مستوى التوجهات عنده حكومة فيها شكون مقتنع أنه الطريق الوحيد هو التعامل مع صندوق النقطة الدولي ويحمل مقاربة أخرى مختلفة تماما وبالتالي هذا يقلق مش فقط الخبراء أو أهل الاختصاص كذلك المستثمرين يتقلق ويقول الحكومة هذه وين ماشيها هو واحد يقول هكا واحد يقول هكا المؤسسات الدولية هي يبيدها تتقلق حتى الدولة اللي بيش تعاون تونس يبيدها تتقلق تقول لك أنا بيش نعطي فلوسي لشكون إلى حكومة ما نعرفاش وين ماشيها بالضبط وبالتالي التناغم والانسجام بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة شي مهم ومهم جدا وأعتقد أنه نقطة مهمة جعلت رئيس الجمهورية يعني يعين الوزيرة التخطيط والاقتصاد في المنصب هذا لنباش ربما يدارك المسألة هذه لتعالتناغم والانسجام وبالتالي أنا أعتقد كانت في الاجتماع اللي حكيت عليه نعم وسي سامير عبدالحفيد سيدة فريال عقول ورأة كانت في الاجتماع اللي حكيت عليه مع رئيس الجمهورية انا في اعتقادي أراه ما يكفيش التناغم والانسجام بين وزيرة التخطيط والاقتصاد ورئيس الجمهورية معناها بيكفيش واحدة تحمل المقاربة متاع رئيس الجمهورية والدفع عليها أنا أعتقد فيما ثلاثة شخصيات مهمة لابد أنه يحصل الانسجام مع بعضهم باش تنجم أنت تكون عندك حكومة فاعلة معناها وقوية هما الوزيرة المالية وزيرة الاقتصاد والتخطيط ومحافظة البنك المركزي وأعتقد أنه ميلا فيهم لابد أنه يتناولوهم الشخصيات الثلاثة هذوما أولا كيفية التعامل مع صندوق النقد الدولي ومسألة السيادة الوطنية يعني هل أن التعامل مع صندوق النقد الدولي هو من المحرمات الاقتصادية ولا يجب التعامل مع صندوق أم في كيفية التعامل يعني كنت تتفاوض مع صندوق النقد الدولي هل تتفاوض على جودة السياسات الاقتصادية أم تتفاوض على الأموال التي ستتحصل عليها هذه مهمة خاطر وقتين أنت عندك مقاربات نتاعك أنت وتتفوض مع صندوق النقد الدولي بمقاربات نتاعك وتقنع صندوق النقد الدولي بذلك فأنت حققت السيادة الوطنية والتعامل مع صندوق ليس من المحرمات الاقتصادية وبالتالي مسألة هذه اللي لابد يزمها تتحل والمسألة الثانية المهمة اللي يزمها تتحل بين الشخصيات الثلاثة هذوما هي مسألة استخلالية البنك المركزي والتمويل المباشر لميزانية الدولة أعتقد هذوما مهمين جدا ثم بعد بش نرجع لهذه لأنه ثم مجلس ويزاري وثم مشروع قانوني يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة كان بلاغ منشور منذ قليل وبش نرجع القراءة الاقتصادية أستاذ هيك المكي قراءة اقتصادية ليست بمعزل عن قراءة سياسية اليوم تقريبا نلقى قاطرة الاقتصاد تقودها أربع نساء اليوم نحكيه على خلق كتابات دولة من نوع جديد ثم اللي قره سد شغورات وثم اللي يحكي على تحوير جزئي وثم اللي يقول أنه سد شغورات يمهد ربما لتحوير آخر داخل الحكومة التونسية كيف ينظر هيك المكي إلى هذا هو سد شغور أو تحوير ويزاري بداية أنا أود أن أهنأ اللي يحظوه بثيقة رئيس الدولة وتم تعيينهم السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ويزبنا نفهم وكلنا أن نجاحهم هو نجاح التونس في الأخير هو نجاحنا لكل هذا أولا ثانيا نعتقد أنه معناها الوقت كان طويل وبعض الوزارات شاغرة هي مش وزارات فقط شاغرة فما جهات كاملة شاغرة ستة ولايات الآن ستة ولايات مهمة جدا فماش أشكوني على رأسهم الولاد في غياب الولاد الموضوع ملاك في اعتقادنا في حركة الشعب هو مش موضوع تعيينات اسم بدل اسم باسم أو أعطي ثيق الاسم لأنه أكاديمي أو ابن بار للإدارة المسألة هي التعيينات يجب أن تكون في إطار برنامج ماذا نريد؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ مش مش نعمله؟ وين ماشيين بالشعب هذا وبالدولة هذه؟ برنامج واضح المعالم على ضوء البرنامج اللي عنوينه حكينا فاها وحكيه فاها وأعلنها السيد الرئيس الجمهورية أكثر من مرة وواضحة في خطابه العنوان الأكبر هو السيادة الوطنية السيد الرئيس الوطنية هذا يجب أن يترجم فيما هو اقتصاد فيما هو اجتماعي فيما هو علاقات دولية فيما هو سياسات طاقية الطاقة اللي شفناها توا وهو موضوع كبير موضوع مستقبل اللي هو الاكتفاء الذاتي الغذائي خلينا نبدو بالحبوب قدش نهكتار يزمنا نستصل حوه قدش نهكتار برنامج هذا شنوه أنا أنا أعتقد اللي عنوينه السيادة الوطنية التعويل عن الذات ووضع إذا يبقى عنا قوانين مالية كما هذي وين هدان الرخص وين ومن وين الاقتصادي جديد الثورة الحقيقية اليوم في الاقتصاد يخي عملنا خمسة عشرين جويلة باش الناس تشد الصف على الكوش وعالخبز يخي شنية هذي مسالك التوزيع أصحيح يا سيدي فهم احتكار وصحيح فهم مؤامرات لإسقاط المشروع السياسي السيادي تاع خمسة عشرين جويلة لكن هذا لا يفسر كل شيء هذا مهوش كامل القصة وكل القصة هذا شاب بيتر هذا جزء من كتاب عريض وطويل في مشاكل أعمق من هذا هيا مبعضنا نشوفه احنا في حركة الشعب الأخير شنوه هدفنا هدفنا هو الانتقال بالشعب هذا وبالدولة هذا إلى أفاق أخرى شو مش نقول حاجة بكل صراحة رم الناس كرهت الإخوانجية مش على خاطرهم هم إخوانجية كرهت الإخوانجية على خاطر وعدوهم وعطوهم الثيقة العباد وجبدوا بهم ومحق لهمش متطلباتهم وفي المسألة الاقتصادية والاجتماعية أساسا السياسي نختلفوا فيه الغدوة مثالش مش مشكلة كيفاش نعملوا باش نحقوا لشعبنا أقل ما يمكن من تطلعاته هذاك علاش نزيد نرجع تول اليوم لموضوع التعينات موضوع التعينات هذا سد شغور أو تحوير بابا أخي ما جاوبنيش على سؤالي أنا أعتقد أنه هو كل هذا وهذا مش مهم بالنسبة لي سد شغور أو تحوير هذا مش مهم المهم هل أنه سياسة وحدة للحكومة موجودة في موضوع الطاقة أنت جاوبنا هل أنه سننتقل شرقا في موضوع الطاقة مثلا هل أنه هذه شمس ثلاثمائة وعشرين نهار شمس في تونس ولا أكثر وفي جغرافيا منبسطة وفي موقع جغرافي استثنائي هل أنه بش نستثمروه نحن أغنى من السعودية ومن قطر ومن الإمارات ومن إيران هل أنه سي شوشان اللي هو شاب ونتمنى له كل نجاح هل أنه يملك هل أنه يملك التصورات والجرأة والاندفاع والمسلح بفهم السيادة الوطنية حقيقي واستشراف المستقبل أنه يطرح لرئيس الجمهورية هاوش بش نعمله في الطاقة أو غيره في الأخير ماذا أقول أقول يجب أن يتوفر البرنامج أولا لهذه الحكومة ثم على ضوء هذا البرنامج سنلتقط ونصطاد الكفاءات التي يمكن أن تنفذ هذا البرنامج عنا سيريداش كوندالي قانون مالية ألفين واربع عشرين اللي حكينا فيه مطولا وحاولنا نقرأ ونعمل قراءة تحليلية مطولا عنا هالتعيينات الجديدة عنا كتابات الدولة اللي زادة فيها ما يتقال وفيها ما يتقرأ بين الأسطر نجموا نخرجوا عنوان لكل ذلك؟ أنت حكيت على الإنسجام منذ قليل هذا اللي بديكي بي نعم شوف أنا بالنسبة لي هل زي نكمل في الإطار هذا الأشوف هو تعيينه لي كاتب دولة مكلف بالشركات الاهلية واقتناعتها لرئيس الجمهورية على المقاربة نتاعه ويحب يجسمها الأرض الواقعة وله الحق في ذلك هو رئيس الجمهورية وحسب الدستور تسمح لي في النقطة هذه على الأقل كي خرجناها من الشؤون الاجتماعية أصبحنا في رؤية أكثر اقتصادية أقتصادية وليل أكثر معنى تابعة ومزارة التشغيل بالضبط كذلك تعيين وزيرة الصناعة والتاقة هي مهمة جدا وكاتب دولة نعيش في أزمة كبيرة هي أزمة التاقة وإحنا في 16.5 مليار دينار على مستوى العجز التجاري لتحداش الأشهر متاع 2023 وعشرين عندنا تسعة فاصل عجز التقل ولكن نفهمة مهمة هامة جدا بالنسبة للوزيرة هذي اللي هي الفوسفات خاطر الفوسفات الفوسفات تابعة لوزارة الصناعة ونعرف أن وزارة الصناعة أخذت أكثر زيادة متاع ميزانية بالنسبة للوزارات الكل أشخص اللي كان لوزارة هذي تخصص جزء كبير من الميزانية انتاحة باش تجدد الأسطول متاع السيكك ومتاع الألات متاع كذلك منية تحتية وتبدأ فيما رؤية على مستوى استعادة النساق النشاط متاع الفوسفات على قليلة ثمانية مليون طن على مستوى الانتاج ومليون طن على مستوى التصدير وقتها نأمنه سياداً تانا على مستوى الموارد الذاتية على الأقل نأمنه جزء كبير برشة من الموارد الخارجية من العملة الصعبة أنا في اعتقادي أنه في انتظار ما ستقول إليه النواة بالنسبة لرئيس الجمهورية على مستوى التغيير أو التمديد لمحافظة البنك المركزي أعتقد أنه هناك ثلاثة ملفات مهمة أو ثلاثة يعني أشغال مهمة بالنسبة للحكومة هذه إلى ويونيورجانس أولاً عندك يزمها برنامج اقتصادي ومالي سريع جداً لسد الثغرة عشرة فاصل ثلاثة مليار دينار المحثة في ميزانية الدولة ما نعرفوش ما نجيبوها وحنا في قايمة سلبية صندوق النقد الدولي يعني بشتسعى بالمهمة بالنسبة للحكومة هذه لعلى مستوى استعادة الثيقة بالنسبة للدول اللي هي ربما أعطات كلمتها من الأول بشتعون تؤس خاطر جنرال مولعون الدول هذومة رأيت أشترت نوع من التقدم في الإصلاحات مأمنة من صندوق النقد الدولي قول الله مش أمنة على القيلة أنت عندك برنامج أنت إصلاحات الحاجة الثانية هو أنه الحكومة هذه خاصة وزيرة الاقتصاد والتغطية تزمها قادرة بشتجسم خطاب رئيس الجمهورية شعارة السلوغون اللي هو يقول فيهم في شكل برامج اقتصادية فيها أهداف مرقمة وفيها حي الزمني للوصول للأرقام هذومة فيما يخص أربع ملفات واللي هي ما تروحة فيه أمام طويل صندوق النقد الدولي الملف الأول هو إصلاح الوظيفة العومية الرئيس الجمهوري يقول يحب يتهر الإدارة ما معناها؟ معناها بشي يقلص من العدد الأعوان والمواطفين اللي عندهم شهيد مزورة أو دخلوا للوظيفة العومية بالولايات الحزبية على فكرة اليوم أعلى ما يبدو انتهت أجال التدقيق في الامتدابات في الوظيفة العومية والشي اللي يحب عليه صندوق النقد الدولي هو تقليص الحجم الأجور من النتج المحلي الإجمالي هاي عنده برنامج ومقاربة احنا تونسية تونسية نجم نفوض بها صندوق النقد الدولي ونوصلوا بها الهدف اللي يوصلوا اللي يحب عليه هو الثانية اللي هي الدعم الدعم تخنف في مقاربة جديدة ولو أنه معناها الوزير المالية عملت حاجة في قانون المالي لسنة الفين وعشرين وهي جسمت مقاربة رئيس الجمهورية الجديدة في شكل الإتوات والأداءات لكن بشارة إذا ما تكون الحكومة هذه لها قادرة باش الإتوات هذومة والأداءات ما ينعكسوش على الأسعاد وبالتقليص أيضا في المواد الأساسية يقول لها دعم ما ينعبش دوره كما يجب الملف الثالث هو الموسطة العومية القضاء على الفساد وتحسين الحكمة داخل الموسطة العومية عوضا على التفويت فيها والرابع هو قلنا احنا ملاخ العمال اللي هو قرس الشروط والامتيازات الممنوحة لإقتصاد الريع وكذلك هذا يأتي في إطار الملف متع تحسين ملاخ العمال يلزم الحكومة هذه قادرة على تجسيم الشعرات هذومة في برامج اقتصادية والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي اللي يقنعوا بجدول مقاربة هذه الوقتها نجم ونكسبوا ثيقة متع صندوق النقد الدولي وثيقة للدول اللي هي تحب تعاون تونس والمحافظة على السيادة الوطنية نقاشنا مهم جدا نقاشنا ما زال متواصل بعض الفصل